كتاب حقية من كتب الأنبياء حقية فصل واحد الله قال يبنو بيته باتان في اليوم الأول هنالشهر السادس في السنة الثانية هنحكم الملك دراسيوز الله حجى بواسط النبي حقية لزرابابيل وليد شلتيل وليشوع وليد يوسادق وزرابابيل دا هو حاكم بلد يهوزا وليشوع كمان هو كبير رجال الدين دا هو الله القادر قال الشعب دا قالوا كدر الوقت اليبنو فوق بيت الله باتان دا للساعة ما جاء وخلاص الله حجى ليهم باتان بواسطة النبي حقية وقال هسا انتو تسكنوا في بيوت أجملتوهم بحطب ولكن بيت الله قاعد مدمر دا عديل ولا وهسا دا هو الله القادر قال فكرو في حالتكو انتو تيربتو كتير واليجيتو الشيع وأكلتو وما شبيتو وشربتو وما رويتو ولبستو قاعدين بردانين ودا مثل عجرودكو دا سيتوها في جيب مقدود دا هو الله القادر قال فكرو في حالتكو أطلع في الجبل وجيب حطب وأبنو بيه بيتي باتان وبيدا أنا نفرح بيه ونبين فوق مجدي ودا الله بس قال انتو قاعدين ترجو انتاج كتير ولكن لجيتو شي بس انتو وديتو في بيوتكو ولكن أنا نفخت فوق وشتتت ودا فيشان شنو دا فيشان بيتي قاعد مدمر ولكن انتو انقربتو أي واحد في بني بيتا ودا كلام الله القادر وفيشان دا السماء ما نزلت مطر والأرض ما أنططت انتاج أنا جبت الجفاف في الأرض وفي الجبال وفي الزراعة وفي جنانات العنب وفي شدر الزيتون وفي كل انتاج الأرض والناس والبهاي مالقوا نتيجة خدمتهم وخلاص زرابابيل ولد شلتاييل ويشوع ولد يوصادك كبير رجال الدين وكل الفضل من الشعب كلهم سمعوا كلام الله إلههم وكلام النبي حقاي الرسل لهم الله إلههم والشعب خافوا من الله وحقاي رسول الله حج للشعب حسب الكلام الرسل بي الله وقال دا هو كلام الله أنا معاكم والله شجع زرابابيل ولد شلتاييل حاكم بلد يووزا ويشوع ولد يوصادك كبير رجال الدين وكل الفضل من الشعب وهم نجو وقموا يخدموا في بيت الله القادر إلههم في يوم 24 هنا الشهر السادس في السنة الثانية هنا حكم الملك حقاي فصل إذنين الله يملى بيته بمجد وفي يوم 21 هنا الشهر السابع الله حج بواسطة النبي حقاي وقال حجي لزرابابيل ولد شلتاييل حاكم بلد يووزا ولشوع ولد يوصادك كبير رجال الدين وللفضل من الشعب وقول يا تمنكو انتو القاعدين حيين اليوم شاف مجد البيت دا زمان وكيف شفتو اليوم صحيح البيت دا ما يعجبكو وهسا دهو كلام الله يا زرابابيل ويا يشوع ولد يوصادك كبير رجال الدين ويا كل شعب البلد تشدو حيلكو ودا كلام الله قموا للخدمة عشان أنا معاكو ودا كلام الله القادر وحسب الوعد الوعدتكو بيا وكد مركتو من بلد مصر روحي قاعدة في أسودكو ما تخافوا من شيء ودا هو الله القادر قال بطان وكد الشية أنا نرجف السماء والأرض والبحور وكل الدنيا أنا نرجف كل الأمم والغنى هنا كل الأمم تجي في البكان دا وأنا نملك كل البيت دا بالمجد ودا الله القادر بس قال عشان كل الفضة هنتي والذهب كل هنا اي أنا ودا كلام الله القادر المجد هنا البيت دا يبقى زيادة ويفوت المجد هنا البيت الأول ودا الله القادر بس قال وفي البكان دا بس أنا نسبت السلام ودا كلام الله القادر الشعب النجسو وفي يوم 24 هنا الشعر التاسع في السنة التانية هنا حكم داريوس الله حج للنبي حقاي وداه الله القادر قال أسأل رجال الدين شن فكرهم في القانون دا كان نادم شاي اللحم مغدس في شارب خلقة وإن لمس بشارب خلقة دا لحم أو شربة أو خمر أو دهن أو أي أكل آخر حال الأكل دا يلغدس ولا ورجال الدين قالوا لا ما يلغدس وحقاي قال بطان أكون نادم النجس بسبب جنازة كان النادم دا اللمس الأشياء دول هم من النجس ولا ورجال الدين قالوا أيوه النجسو وحقاي رد ليهم وقال دا هو كلام الله الشعب دا والأمة دي كلهم مسل دا قدامي أنا وكل خدمة إيديهم وأي شيء اللي قدموه لي كل نجس أسأل دا فكروا عديل من اليوم لقدام قبل ما خطيتوا حجر فوق حجر لتبنوا بيت الله حالدكو كي كيف وكدمشو يكيلو 20 كورو هنغلا من الدبنغة لقو 10 بس وكدمشو يكيلو 50 لتر هنخمر من العصارة لقو 20 بس وأنا ضربت زراعيتكو بالجفاف والبرد والنداء اللي صوفنها وبيدكو لا انتو ما قبلتوا لي ودا كلام الله فكروا عديل من اليوم لقدام اليوم دا يوم 24 هنالشهر التاسع اليوم الخط فوق أساس بيت الله فكروا عديل أول ما فضل شيء في الدبنغة وشدر العنب والتين والرمان والزيتون كل ما جابوا شيء ولكن من اليوم دا نباركو الله واعد زربابل وفي نفس اليوم الله حجب التال لحقاي وقال قل زربابل حاكم بلد يهوزا أنا نرجف السماء والأريض ونرمي كراس الممالك وندمي القوات ممالك الأمم ونرمي عرباتهم على الحرب والرقبين فوقهم والخيل والرقبين فوقهم نرميهم تهد أي واحد يموت بسيف أخو ودا كلام الله القادر وفي اليوم دا يا عبدي زربابل وليد شلتييل أنا نشيلك ونخطك مثل خطم في إيدي عشان أنت بس أنا عزلتك ودا كلام الله القادر ترجمة نانسي قنقر